أمت الله من ليبيا تقول سمعت إحدى الأخوات تقول بأنه لا يجوز الصلاة على السجادة التي نسجت عليها صورة الكعبة أختي أمت الله ما ينبغي للإنسان أن يصلي على سجادة تحت صورة الكعبة أو المسجد النبو أو أي مسجد آخر ما يليق يعني نحن مأمورون بأن نعظم ما عظم الله كيف نأتي نحط الكعبة تحت رجولنا أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الآن أسألك بالله ترضين تضعين صورة الوالد صورة وجه الوالد على السجادة وتقفين عليها ما ترضين يعني مسألة تعرفين الحكم الشرعي فيها كيف تضعين شيء مما عظمه الله عز وجل ولذلك أنا أنصي أخواني دائما أن يتركوا هذه السجاجين اللي عليها صور الكعبة وصور المسجد النبوي وصورة الأقصى وهذا يقف عليها يضع رجلي عليها هذا يليق بهذه الأشياء أو كيف ينسج مثل هذا صلوا على سجادة سادة ما فيها شيء من هذه الصور